انا كيجبني الموضيل ديالو بزاف حيث كيجيبوا الجوانب ديالو لاصقين في الحد كيما كتشوفوا معايا يعني بالنسبة هذك القادوس اللي كيكون لور رهما كيجيش باين بصفة نهائية ها هي البلاصة اللي شيري تمنى الروبيني ديالي اللي دائما كتسولوني عليها وكتقولي لي مني خديته وبشحل خديته كيما كتشوفوا معايا 8500 درهم السلام عليكم كيف الأحوان تمنى تكونوا بخير على خير الفيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة عن جولة في محل الزليج غادي نقربكم فيه من الجديد السانيتار لسنة 2022 هاد المحل كينا في مدينة القصر الكبير المحل ديال سيجو عادي جا في الطريق ديال ولد حمايد هاد الفيديو غادي يكون متميز كيما عودتكم دائما غادي تكون فيه معلومات نصائح وأتمنى بالتفصيل غير تابعوه إلى الآخر ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش هطل تحسو تعمله واحد اللايك واول حاجة غادي نبدال لكم بها هو هاد الموضيلات الجدد ديال المراحيد وديال المغاسل أيضا بالنسبة لمرحد الأول الثمن ديالو 3000 درهم وبالنسبة هاد المغسل اللي حداه الثمن دياله 1750 درهم جا الشكل دياله مزيون بزاف جا سميزة وخصوصا بالنسبة لإخوان اللي كيقولوا لي سامير احنا دايجا دير نستالسيون وما ديرناش المغاسل سيسبوندي يعني معلقة يعني ضروري يخصو يكون عندها هاد العامود شوفوا معاي الشكل دياله كيفاش جا الشكل دياله عانيق وجا الشكل دياله مبدل كيما قدت لكم راها موضيلات جديدة أما بالنسبة لثمن ديال المرحد الثاني فهو 2650 درهم بالنسبة لهاد المرحد الثاني أنا كيجبني الموضيل دياله بزاف حيث كيجيبوا الجوانيب دياله لاسقين في الحاد كيما كتشوفوا معاي يعني بالنسبة لهادك القادوس اللي كيكون لور راها ما كيجيش باين بصفة نهائية وحتى الشكل دياله كيجي آنيق وجاميل وسط الحمام المهمة الإخوان غادي نقول لكم حتى أنا غادي ناخد المرحد للحمام ديالي لأني كيما سبق اللي وضحت لكم أراه ما معدلش الحمامة ديالي كاملين باقي واحد الحمام ما عندي فيه هتا حاجة غادي نختار واحد الحوض من هاد الأحوض اللي غادي تشوفوا معاي هنا في هذا الفيديو وغادي نقول لكم حتى انتم اختاروا معاي قولوا لي في التعالق انا حاود اللي أعجبكم باشت أنا غادي ناخد برأيكم كيما تنتم دائما كتتاخدوا بالرأي ديالي ودبا غادي تشوفوا معاي هاد الموديلات حتى هي أشكة جديدة غادي نشوفوا الثمان دياله مع بعض وبالنسبة الثمان كيما كنقول لكم دائما كيتحدد على حسب الجودة ديال الكورسي كل ما كانت الجودة ديال الكورسي أفضل كل ما كانت المواد اللي مخدم بيها هاد الكورسي أحسن وكل ما كان الموديل دياله والشكل دياله جديد بطبع الحل الثمان غادي يكون زايد بالنسبة هاد المرحض هذا الأول الثمان دياله 1275 درهم الثمان دياله ناقص على الموديلات اللولة اللي شوفنا أما بالنسبة هاد المرحض الثاني اللي جعله شكله مستطيل فالثمان دياله كيدير 1400 درهم وكيما كنقول لكم دائما في جميع الفيديوهات قبل ما تديروا الانستالاسيون في الحمام ديالكم ضروري اختكم تكونوا عارفين اين نوع ديال المرحض اللي غادي تديروا لأن الانستالاسيون ديال المرحض الأرضي كيختلف تماما على الانستالاسيون ديال المرحض اللي كيجي معلق وهات شيها داراني شرحته في فيديوهات سابقة بالتفصيل ودابا غادي تشوفوا معايا هاد الموديل هادا اللي احته هو موديل جديد الظهر ديال هاد المرحض جعله شكل بلازمة جا مسطح كيما كيبال لكم بالنسبة الثمان دياله داير 3450 درهم والثمان دياله زايد لأنه هو موديل جديد وأيضا لأن المواد اللي مصنع منا الجودة دياله زايدة وكيما كتشوفوا معايا بالنسبة هاد الاكسسوار اللي كيلسقنا الغطاء ديال المرحض مخدوم بالانوكس بخلاف أن الأغلبية ديال المرحض كيكون عندهم هاد الاكسسوار هادا بالبلاستيك انا كنزيد هنا يانا نصور لكم باش تشوفوا اكتر كيكون من الانوكس اللي هو اينوكس حقيقي يعني ماشي مادة بلاستيكية ولي هي كرومي وكيما كنقول لكم دائما هاد الاشياء وهاد تفاصيل هدي صغيرة اراها بطبيعة الحال كتزيد في الثمان ديال المرحض وهاد البيدي الثمان دياله 1600 درهم واذا لحتوا معايا بالنسبة هاد الساني تاغ هادا المواد اللي مخدوم منا هي مواد الجودة دياله عالية كيما كتشوفوا معايا كتلماء فيها وحد الشوعلة اللي هي خطيرة كيما كيبال لكم وبالنسبة هاد اللافابو هادا الثمان دياله 3300 درهم فشتو معايا هاد اللامعان اللي كان في هاد الساني تاغ يعني شي حاجة اللي الجودة دياله ممتازة وبالنسبة هاد المرحض اللي جا في الطرف الثمان دياله 1750 درهم حسا هو جا الشكل دياله مزيوان الشكل دياله آناق ومبيل الاشكال اللي كتعجبني في المراحض لان الشكل دياله جا قريب من الاشكال ديال المراحض اللي كتكون معلقة ودبا غادي تشوفوا معايا اشكال وموديلات جديدة ديال الساني تاغ كيما كيبال لكم كينا المرحض كينا المغسلة وكينا البيدي بتلاتة بيهم مخدمين بنفس الشكل بنفس الموديل وهاد الموديلات كيما قلت لكم هي اشكال جديدة عاد دخلها من المحل كنت كنصور لكم الساني تاغ ساعجبني حتى الزليج وصورته حتى هو غادي نحط لكم فيديو خاص بالنسبة ل هاد الزليج هادا اللي كتشوفوا معايا هادا ديال اسبانيا 8 ديالو 120 درهم المتر كاري جامزيون بزاف صراحة عجبني اللون ديالو مفتوح جا لشكل روخامي يجي في الحمامات رائح ودابا غادي نشوفوا مع بعديتنا الاتمنة ديال هاد الساني تاغ واول حاجة غادي نفيدو بيها هي المرحد بالنسبة للمرحد اكيد غادي يكون الثمن ديالو اكثر من 3000 درهم ها هو الثمن ديالو 3350 درهم واش حسنتو ما كيوقع لكم بحالي غير كتشوفوا الحاجة كتعرفوا الثمن ديالو واش غادي يكون ثمن غالي او لا ثمن رخص دابا غادي تشوفوا معايا الثمن ديال هاد المغسالة اللي فعلا جا تزوينة بزاف بالنسبة للاخوان اللي عندهم الانستالاسيون يعني ارضية يعني خصوم لافابو يكون عنده العامود بالنسبة لها الشكل هادا الاخوان كنشجعكم عليها راجع رائح وبالنسبة الثمن ديالو 5050 درهم اما بالنسبة الثمن ديال هاد البيدي فحته هو نفس الثمن ديال المغسالة 5050 درهم وكيما كتشوفوا معايا في الشكل نهائي هاد الزلي جا رائح مع هاد الساني تاغ وبالنسبة للاخوان اللي كيعجبوا ما يخرجوا عن كل ما هو مألوف ومؤتد وطلع لهم اللون الابيض فرص ديالو جبتلكم هاد الموديل وهاد الشكل الجديد ديال الساني تاغ اللي اللون ديالو جا واحد اللون اللي هو مزاون واحد ديقراداسيون ديال القهوي بالنسبة لمرحات الثمن ديالو 2350 درهم اما بالنسبة لثمن ديال المغسالة فهو 1750 درهم وكيما كتشوفوا معايا كينا واحد اللي معان خاطير في هاد الساني تاغ وهذا دليل على الجودة في المنتوج وبالنسبة للبيدي الثمن ديالو 1700 درهم واذا لاحظوا معايا هاد اللون اللي كينا في الساني تاغ هو نفسه كينا في الزليج كومباكتون اللي كينا في الحائط هاد الزليج هاد ديال الهيند متر وعشرين على ستين هنا كنحاول نصوره لكم كيما كتشوفوا معايا نفس ادك القهوي اللي يدخل فيه هو اللي كينا في الساني تاغ ودابا غادي تشوفوا معايا موديل ولون جديد في هاد الساني تاغ كيما كيبال لكم وبالنسبة لهاد المرحات الثمن ديالو 2100 درهم اما بالنسبة للميغ سالة في الثمن ديالو 1650 درهم وايضا كينا موديلات اخرى في اللون الاسود كيما كتشوفوا معايا احتهي غادي نقربكم الثمن ديالا بالنسبة لبيدي الثمن ديالو 1800 درهم كيما كتقول لي احدى الاخوات المتابعة الوفية ديال القناة كتقول لي سميرة باش كتعجبيني غير كتعطينا الاتمينة قبل ما نخرجو نظورو في السوق يعني غير في الضر ديالنا وكنعرفو الاتمينة وكنعرفو شنو كاين في السوق اما بالنسبة للميغ سالة في الثمن ديالو 2350 درهم ودابا غادي نشارك معاكم الروبينيات ديال المطابخ وغادي نشارك معاكم الروبيني بحل جريت لانا الروبيني ديال المطبخ ديالي خديتم هاد المحل هو هادا اللي كتشوفوا معايا ودائما الاخوان كيسولوني عليه في جميع الفيديوهاز كيقولوا لي ساميرا مني خديتي وبش حال خديتي ها هو الثمن ديالو 1500 درهم كيما كتشوفوا معايا في الصراحة اصدق لي ممتاز ربقي الحد الساعة معايا سعمى ما فيه حتى اشكال الانوكس ديالو من نوع الرفاع هو غير من اللي كتشوفوا في الدكرة كتل قايا تقيل وبالنسبة هادا الروبيني هادا اللي احدا هادا اللي في اللون الاسود حتى هوا ذراه بحاله تماما واحتها هوا ديال اينوكس غير هاد النوع ديال اينوكس كيكونوا صابغينو باللون الاسود و بطبعه الحال كيكون زيت شوية في الثمن يعني هادا الناوع اللي اخديت انا 1500 درهم وهاد النوع الاسود دير 1800 درهم اما بالنسبة هاد الانواع اخرى اللي ما كيجيش فيها الرشاش فالثمان دياله بين 900 درهم حتى 1000 درهم حتى هي راه انواع ممتازة ديال اينوكس الفري غير ما كيجيش فيها الرشاش وغادي نقدم لكم واحد النصيحة بخصوص الروبيني بحالي خديت اللي كيكون فيهم الرشاش ضروري تاخدو نوئية جيدة اما بالنسبة هادك النوئية اللي رخيصة وكيكون فيها حتى هي الرشاش راه ضغية كيتخسر لها الرشاش دياله ودبا غادي تشوفوا معي الجديد في الاحواض ديال المطابخ كيما كيبال لكم هاد الحوض هادا بالنسبة لثمن دياله 1750 درهم والقياس دياله 75 على 41 في العرض فيه جوج ديال الاحواض فيه واحد شبكة باش تقطرو فيها الاوني ديالكم ايضا فيها البلاصة فين كتديروا صابون ها هي غادي نصور لكم باش تشوفوها هي هادي كتكون واحد القنينة من التحت كتعمروها بالصابون وكتلسقوها فيها هاد البلاصة هادي كتتفتح باش كتديروا فيها الروبيني وعندو هنايا واحد البلاصة فيها الشبيكة هادك الشبيكة مني كتجمعوا فيها الأزبال هادك الأزبال ما كيهوبتوش لتحت كتزولوها وكتنطفوها بسهولة وهانتما كتشوفو معايا اللمعان ديال هاد الليفي كيفاش عامل حيث الاينوكس ديالورا هو اينوكس فري وهاد الكريتنا فيها فين كتجي هادك القريعة اللي قد لكم كتعمار بالصابون وكتدر تحت الليفي هانتما غادي تشوفوها معايا كيفاش عاملها وبها الطريقة غادي تتحنو بصفة نهائية من هادك التاصل اللي كيكون فيها الصابون واللي كتحط في الجنب ديال الحوض وكتخسرنا الدكور ديال البوتاجي ودبا غادي تشوفو معايا حوض اخر حتى هو بحاله غير هو ديال واحد ماشي ديال جوج يعني القياس دياله غادي يكون صغير عليه وبالنسبة للثمن ديال هاد الحوض 1350 درهم والقياس دياله صغر على النوع اللي شوفنا فيه غير 55 لا 45 في العرض وفيه احتى اللون الاسود بحاله تماما يعني نفس القياس نفس الاكسسوار غير هادا اللي في اللون الاسود بطبيعة الحال زايد عليه 100 درهم يعني داير 1450 درهم ها هما كيما كتشوفو معايا كيف تحتاني كيف هاداك الفوقاني الفرق غير في اللون وكي تزاد واحد مية درهم وحتى بنسبة هاداك النوع الاول ديال الجوج اللي صورتلكم كينا بحاله هو في اللون الاسود هو هادا اللي كان صور لكم دابا وحتى هو زايد مية درهم يعني الثمن دياله 1850 درهم والنوع الاول كيما شوفو معايا كان 1850 درهم ودابا غادي تشوفو معايا حتى هادا الانواع هادي ديال الدراوش الانواع اللي كانتكون رخيصة حتى انا را كنت خديت بحال هادا النوع هادا اللي كانتشوفو معايا وكنت ديرتو في ذاك المطبخ اللي عندي في الطابق الاخير بالنسبة هادا النوع هادا 8 دياله 400 درهم بطبيعة الحال كتكون الجودة ديال الانوكس دياله كتكون ناقصة على النوع الاول ولكن حتى التمره كيكون ناقص وبالنسبة هادا النوع هادا كيكون كبير فيه 83 سنتيمتر وبالنسبة الثمن دياله 800 درهم وبالنسبة هادا النوع هادا اللي كانتكون فيها الفراكة في الجم الثمن دياله 550 درهم والقياس دياله بالفراكة 90 سنتيمتر ودابا وصلنا النهاية ديال الجولة نتمنى تكون عجبتكم وستفتوا منو ما تنسوش تقولوا لي في لي كومونتاخ كيفاش جاكم سانيتاخ وشنو هو المرحل اللي عجبكم وشكرا لكم بزاف زاف واللي اللي يخطيكم عليها وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله اشتركوا في القناة